قال رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي إنه تم استعراض الأجندة المبدئية المقترحة ومحاور المؤتمر الاقتصادي الذي كلف بعقده الرئيس السيسي وخلال اجتماع أكد لبحث الترتيبات اللازمة أن المؤتمر سيتم التنسيق بين مختلف الجهات المعنية لإخراج المؤتمر بشكل مثمر يحقق المصلحة العامة للدولة بما يسهم في الوصول إلى رؤى لمواجهة التحديات وصياغة خريطة طريق اقتصادي للمستقبل وأوضح مدبولي أن المؤتمر الاقتصادي سيكون بمثابة فرصة حقيقية للشرح والترويج لعدد من الملفات المهمة التي تعمل عليها الدولة والحكومة خلال الفترة الحالية ومنها وثيقة سياسة ملكية الدولة واختتم رئيس الوزراء الاجتماع بالتأكيد على أن الحكومة منفتحة على جميع الآراء والمقترحات مشيرا إلى الاستعداد التام لسماع أي رؤى تخص هذا الملف المهم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر